بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلبة وطالبات الصف الاول الاعداري في قناة انجليزي اعداري معنا السنة السمان ان شاء الله النهاردة بنواصل الحل حل امتحانات نهائية على منهج الترمي الاول من كراسة المعاصر الكلام ده موجود في صفحة تمانية وسبعين من كراسة المعاصر ده الفيديو الرابع حلينا قبل عن كده خمستاشر محافظة نهاردة ان شاء الله هنحل اخر خمس محافظات في الكتاب من ستاشر الى عشرين اول حاجة عندك محافظة استماع عندك نص استماع موجود في نهاية الكتاب تقدر ترجع له وان شاء الله هتلاقي الاسئلة سهلة اجابتها الاربع قدامك لو حابب تستعين بيه وظائف لغوية اكمل المحادثة التالية حاتم بيكلم تامر هل يمكن ان اسألك بعض الاسئلة؟ طبعا بيرد التحية الاول بيقول وبعد كده هيقول له نعم تستطيع ان تسألني بعض الاسئلة حاتم بيسأل تامر بيقول سؤال علشان تامر بيقول لدي اتنين اخوات بنات فاكده هيسأله عن ايه كم عدد البنات اه اخوتك هيقول له يعني كم عدد الاخوات بنات عندك حاتم هنا بيسأل بردو سؤال لتامر تامر بيقول له رياضة مفضلة هي كرة القدم فاكد هيقول له ما هي رياضتك المفضلة؟ حاتم بيقول لتامر من هو اللاعب الرياضي المفضل لديك؟ هيقول له مثلا اي اسم لاعب احنا هنا قلنا محمد صلاح هنكمل هنا باقي المحادثة صفحة 79 حاتم بيقول لتامر كيف يشبه ماذا يشبه محمد صلاح؟ قال له هو عنده شعر قصير غمق مجعد شعر مجعد وكمان غمق وهو قصير بالنسبة للاعب كرة قدم قطعة الفهم و بعدها اجب عن الاسئلة لاميس is 12 years old عمرها لاميس 12 عام هي تعيش في منزل كبير مع اسرتها جديها يعيشان معها أيضا والدها طبيب هو يساعد المرضى والدتها معلمة بالدرس الاقتصاد المنزلي في مدرسة ابتدائية يبقى لاميس واختها الوحيدة اللي هي رودينا وينز يعني توأم هما لهم نفس الشبه كلاهما لديه يعني كل واحدة فيهم لديها عيون كبيرة زرقاء وشعر أشقر ليس لديهم أخوة أولاد لذا هم يقضون وقت فراغهم مع بعضهم البعض يلعبون بألعابهم هر جراندفادر كامال دوزن تورك اللي هو جراندفادر جد لميس واختها طبعا اسمه كامال دوزن تورك لا يعمل هو دائما يحكي القصص للأطفال الجدل هي منيرة إذا طباقة جيدة هي دائما تصنع لهم كعكات لذيذة الكلمة التي تحتها خط sick بمعنى مريض تعني هي الناس الذين who are a delicious لذيذ ill مريض سريع هنقول ill يعني مريض ايه من الأسماء دي mixed delicious cakes مين بيسمع كعكات اللذيذة الجدة الجدة اسمها ايه منيرة number three the underline pronoun them الضمير الذي تحته خط اللي هو them يشير الى ايه تعالا نرجع للفقرة بيقول both of them have got big blue eyes and blonde hair كده بيصف الاختين التوا هم مين اسمها لميس وردينة فين لميس وردينة هذه لميس وردينة عندك في اول اختيار answer the following questions اجب عنا الاسئلة التالية الاسئلة المحتاجة كتابة كتير احنا بنجهزها علشان ما تاخدش معاك وقت في الفيديو number four what does the passage talk about يعني الفقرة دي بتتكلم عن ايه؟ بتكلم عن لميس and her family لميس واسرتها what does ردينة look like ردينة دي اخت لميس طيب مهلها نفس شابه لميس لانها التوقف ايه بها نقول she has big blue eyes and blonde hair لديها عيون كبيرة زرقة وشعر اشقر number six why do you think the children like their grandfather لماذا تعتقد اني الاطفال بيحبوا جدهم؟ هتقول because he tells them stories لانه يحكي لهم القصص والكلام بقول موجود في الفقرة والاسئلة مباشرة جد vocabulary and structure مفردات وتركيب choose the correct answer from ABC or D number one your mom or dad's brother is your a يعني اخ لوالدك او اخ لوالدتك ايه بالنسبة لك your son ابنك your uncle عم او خال your aunt عم او خالة your grandfather جدك هنقول ده العم او الخال صفحة تمانين number two I have a pencil انا لدي ايه to keep my pens علشان احفظ اقلامي my pencil case على بعضها بمعنى مقلمة هنختار دي a pencil case بمعنى مقلمة اما disk بمعنى مكتب sharpener براية uniform ازي المدرسة احنا عايزين من a pencil case number three a or an ايه من الكلمات دي has no mother or father ليس لديه اب او ام twin اللي هو احد التوأمين ولا parent احد الوالدين uncle عم او خال orphan اليتيم هو بيتكلم عن a twin احد التوأمين ليس لديه اب او ام number four teachers use a المعلمون يستخدمون a in classrooms في الفصول they use special pins for it يستخدموا اقلام خاصة لها يستخدموا ايه chest board ولا cup board ولا white board ولا notes board white board اللي هي هالصبورة البيضاء خلاص طيب لكن chest board دي البوكس اللي انت بتلعب عليه الشطر cup board اللي هو دولاب للخزين white board احنا قلنا صبورة البيضاء notes board لوحة اعلانات number five محمد صلاح محمد صلاح لديه ايه her it is not straight ليس مفرودا او مستقيم long her شعر طويل soft ناعم بورينج مومل ولا كارلي كارلي ليه؟ لانه هو بيقول not straight يبقى انت عايز عكسها عكس الشعر not straight اللي هو المفروض هو بيقولك مش مفروض يبقى ده ايه؟ مجعد يعني كارلي number six children like to build الاطفال يحبوا ان يبنوا ايه الشاطئ جانجلز ادغال فارس غابال خلاع من الرمال ولا واترفالز شلالات sand castles number seven look at the انظر الى and choose your favorite food واختر طعامك المفضة time table جدول الموعيد ولا menu اللي هي قائمة الطعام book كتاب list قائمة غل زي قائمة المشتروات احنا عايزين قائمة الطعام اللي هي menu number eight it isn't your watch هذه ليست ساعتك اللي هي ساعة اليد it is a عايز اقول لا دي الساعة دي بتاعتي انا هقول ليه it is mine ولا me ولا my ولا i هقول it is mine ليه؟ لانه ده اسمه ضمير ملكية لا يأتي بعد اسم لا يذكر بعد اسم الشيء الذي انا املكه مين ضمير مفعول يأتي بعد الفعل او بعد حرف الجر my ده صفة ملكية يأتي بعدها اسم الشيء الذي انا املكه فهقول مثلا my watch i ده ضمير فاعل هبدأ به الجملة يجي بعده الفعل احنا عايزين it's mine عشان دي اخر الكلام خلاص مش بيذكر بعدها اسم الشيء الذي انا املكه number nine this is the هذا هو ايه؟ غرفة ايه؟ they have rest in it هم يستريحون فيها او ياخدوا استراحة فيها اقوى عايز اقول غرفة المدرسين اللي هي قط المدرسين هنقول ايه؟ اللي فيها بصر فيه بعد الاس ولا قبل الاس ولا اس بس ولا teacher فقط خلي بقى لك وبتكلم عن قوضة المدرسين كلها او غرفة المدرسين كلها يبقى كل المدرسين يبقى جمع فلما عايزين جمع هنبص على الكلمة teachers دي جمع منتظم ولا غير منتظم؟ جمع منتظم يعني ايه منتظم؟ يعني ملتزم بان حرف الاس يبقى معه في صغة الجمع طالما موافق ان حرف الاس يبقى معه في صغة الجمع خلاص خليها معه وطلع الاباسترفي برا هيبقى ده teachers نقول تاني طالما الجمع منتظم وموافق يبقى حرف الاس في صيغة الجمع معه خلاص خدها معك حرف الاس وهنطلع الاباسترفي بتاعت الملك يا بار نمبر 10 هناخد ايه من البدايات دي tell people your password ايه تقول للناس كلمة السر بتاعتك او كلمة المرور هنقول doesn't ولا don't ولا doesn't ولا isn't علشان ادي تعريمات بعد ما عمل شيء هقول don't وبعد كده مصدر الفعل نمبر 5 read and correct the underlined words اقرؤوا يصحح الكلمات التي تحتها خط نمبر 1 سليم don't play tennis after school عايز اقولك سليم لا يلعب التنس بعد المدرسة هنقول ايه طيب سليم ده كأنك بتقول he هتقول he don't لا هتقول he doesn't he doesn't play للنفي هنستخدم doesn't مع he وshe would ادي doesn't نمبر 2 she can jumps very high هي تستطيع ان تقفز very high عاليا جدا طيب بعد كأن كانت يجي مصدر الفعل يعني jump فقط هادي jump خلاص jump خلاص jump فقط طيب حد يقول ليه ما هو فيه شيء وشيء دي بنضيف معاها اضافات للفعل بس خلي بالك فيه هنا كان كان لما فيه كان يبقى بعده الفعل في المصدر نمبر 3 are there some tomatoes in the fridge هل يوجد بعض الطماطم لا هو يقول هل يوجد اي طماطم في التلاجة اللي احنا بنستخدمه في السؤال yes or no اللي هو اجابته yes or no هنستخدم any في السؤال يبقى ايني بنستخدمها في السؤال اللي اجابته yes or no اما some بنستخدمها في السؤال اللي الغرض منه الاعرض او الطلب اعرض مساعدة او اقدم اقتراح لكن هو كمان ممكن اطلب شيء number 5 number 4 he swam in the sea يعني هو يسبح في البحر and so many dolphins خلي بالك so هنا في الماضي طالما دي في الماضي يبقى الفعل هنا كمان في الماضي الحاكتين عدوا خلاص هو السبح في البحر وشاف الكثير من الدلفين يبقى نقول ايه swam writing الكتابة write a paragraph about eighty words on اكتب حوالي تمانين كلمة على my favorite subject مادتي الدراسية المفضلة زي ما احنا قلنا ونبهنا كتير ان في فيديو عندك على القناة في جميع براغرافات الترمي الاول ان شاء الله لو قبلك اي انتحان في براغراف هتلاقي موجود فيه هذه براغراف بتاعنا بتكلم عن المادة الدراسية المفضلة هنا عايز ايه my favorite subject اهي طيب انا احمد عندي 13 عام انا في المدرسة الاعدادية لدينا الكثير من المواد الدراسية في المدرسة my favorite school subject is english المادة المفضلة المادة الدراسية المفضلة لدي هي اللغة الانجليزية عندي خمس حصص لغة انجليزية في الاسبوع our teacher our english teacher is kind and friendly معلم اللغة الانجليزية لنا طيب وودود he teaches us new words and grammar easily هو يعلمنا الكلمة الجديدة والgrammar i like watching english comic films انا احب مشاهدة الافلام الكوميدية باللغة الانجليزية i like to know about the english cinema stars اود ان او احب ان اعرف عن نجوم السينما الاجانب their lives and their works يعني حياتهم واعمالهم الفنية i learn about i learn a lot from watching english films انا اتعلم الكثير من خلال مشاهدة الافلام باللغة الانجليزية it helps me practicing my english well تساعدني في ممارسة لغتي الانجليزية بشكل جيد to improve my english لي اطور او احسن لغتي الانجليزية i listen to many dialogues carefully and repeat them many times انا استمع لي محادثات كثيرة بعناية وارددها مرات عالدة نشوف الاختبار اللي بعده عندك صفحة 81 قناة محافظة قناة قناة جوال نوري listening استماع عندك نص استماع موجود في نهاية الكتاب تقدر ترجعلك وان شاء الله اجابات الاسئلة اربعه موجودة قدامك language functions وظائف لغوية complete the following dialogue اكمل الحوار التالي نصرا and mona ما لهم are talking about their school time table بتكلموا عن الجدول جدول الحصص المدرسي نصرا بتقول لي mona that's the bell هذا هو الجرس what is the next lesson ايه الحصة الجاية قلت لها let's look at the time table دعنا ننظر على او نوقي نظرة على ايه time table الجدول نصرا هتقول لها حاجة عشان كده بتقول yes i love it نعم ايوة انا احب المادة دي مثلا فتقول لها the next lesson is computer studies الحصة اللي جاية دي دراسات الحسو هنا هي بتسأل بتقول are you good at computer studies هل انت جايدة في دراسات الحسو بتقول لها i'm not good at computer studies انا ليست جايدة في دراسات الحسو مونة بتسأل سؤال نصرا بتقول i love science and languages احب العلوم واللغات يبقى اكيد بتقولها what subjects do you love ايه المواد الدراسية التي انت تحبينها مونة بتسأل نصرا عشان نصرا بتقول i'm quite good at english يعني انا جايدة الى حد ما في اللغة الانجليزية يبقى اكيد هي بتسألها are you good at english هل انت جايدة في اللغة الانجليزية فتلا quite good يعني جايدة الى حد ما مونة بتقول لها ايه that's good مش هذا جايد او okay هنا reading comprehension قطعت الفهم بread the following اقرأ التالي then answer the questions وبعدها اجب عن الاسئلة last august يعني اغسطس الماضي when the weather was hot عندما كانت تقصو حارا we went to the beach near my home in her gada احنا ذهبنا للشاطئ بالقرب من منزلي في الغداء يعني هم عايشين في الغداء راحوا للشاطئ ماريام made this sand castle ماريام هي اللي عملت sand castle قلعة الريمال دي there was a cave in the rocks كان في كيف كهف في الصخور but but ماريام didn't want to go into it لكن ماريام لم ترد ان تدخل هذا الكهف because she was frightened لانها كانت خائفة او مرعوبة last October الاكتوبر الماضي we visited my uncle and cousins in Cairo زرنا عمي وعمتي وأولاد عمي أو أولاد عمتي فين in Cairo في القاهر we had a picnic in azhar park يعني قضينا نوزها خلاوية في حديقة الأزهر we ate delicious food أكلنا طعاما لذيزا then we played games and my cousin all rode their bikes طيب يبقى بعدها لابن العاب وكل وأولاد وابن عمي ابن عمي كلهم ابناء عمامي عملوا ايه rode their bikes يعني ركبوا دراجاتهم when i was eight عندما كان عمري ثمان سنوات we went to Siwa ذهبنا إلى Siwa we swam in the lake يعني سبحنا في الليك اللي هي البحيرة and climbed the mountain وتسلقنا الجبل we saw camels and slept in a tent in the desert رأينا جمال ونمنا في خيمة في الصحراء it was my favorite holiday كانت إجازتي المفضلة choose the correct answer from a b c or d the word frightened الكلمة frightened بمعنى خائف أو مرعوب means very a very strong قوي جدا very happy سعيد جدا very afraid يعني خائف جدا or angry غاضب and all very afraid number two الأزهر park اللي هو حديقة الأزهر is NA is NA دي موجودة فين؟ في كايرو القاهرة والهرجادة الغداء ولا سيوى هي واحد سيوى ولا أسوان موجودة في كايرو القاهرة طيب number three August اللي هو شهر أغسطس is a or an ده ايه month ده شهر ايه بقى؟ winter في شتاء ولا summer صيف ولا autumn خريف اللي هي هتسوي fall ولا spring الربيع طبعا شهر أغسطس ده بيبقى أكتر شهور السنة حرب فانت هتقول ايه؟ summer في الصيف اللي احنا بناخده في الإجازة answers the following questions أجب عن الأسئلة التالية على نفس الفقرة do you think that they enjoy their visit to Cairo؟ why؟ أقول ياس هايدو نعم أنا أعتقد أنهم استمتعوا بزيارتهم للقاهرة طيب هو بقول why؟ أقول له إيه؟ because they had a picnic لأنهم قضوا أو مروا بنزهة خلوية عمل نزهة خلوية في حديقة الأزهر فأكيد هم استمتعوا بوقتهم وأكلوا طعام لذيذ number five what does the underlined pronoun it refer to؟ الضمير it يشير إليه لو رجعت لي الفقرة هتلاقيه بالكلم عن the cave لأنه هنا بيقول إيه؟ بص كده هادي فين it؟ بيقول but Mariam didn't want to go into it لكن مريم لم تحب أو لم تريد أن تدخله اللي هو إيه؟ الكهف number six بيقول why didn't Mariam go into the cave؟ لماذا لم تدخل مريم لي الكهف؟ because she was frightened لأنها كانت مرعوبة vocabulary and structure مفردات والتركيب choose a correct answer from A, B, C or D number one we put food in the A to stay cold بنضع الطعام في إيه؟ علشان يظل باردا put بمعنى قدرة أو إناء pan بمعنى طاصة fridge الثلاجة kitchen fridge الثلاجة number two it is always very A in summer الجو بيبقى إيه؟ في سامر الصيف very hot يعني حار جدا cold لو أنت قلت very cold يبقى بارد جدا very rainy منطر جدا very snowy مثلق يعني في تل لا الجو في الصيف بيبقى very hot number three he has got dark hair and A هو لديه شعر غامق and A beard لحية beard بمعنى سامعة ولا bird طائل ولا tired متعب a beard لحية number four camels are camels are very A الجمال عزن لها صفة they can carry two hundred kilos of bags يعني تقدر تحمل متين كيلو من الحقائب تقرر جدا جدا للسؤال ده طيب very A very tall short ولا weak ولا strong هنقول very strong قوية جدا number five a busy person اللي هو الشخص المشغول is always دائما بيعمل ايه؟ وحد مشغول دائما يبقى هو كده is always talking يتكلم walking يمشي don't something يؤدي شيء ما ولا laughing يضحق يؤدي شيء ما number six something scary makes you feel ايه؟ شيء ما scary يعني خفيف مخيف scary يعني مخيف makes you feel يجعلك تشعر بايه؟ بأنك ايه؟ sad حزين bad funny بمعنى مرح frightened يعني مرعوب حاجة مخيفة تجعلك مرعوب او خائف number seven you're ايه؟ من الكلمة دي is a word or numbers you use to go onto a website وهي عبارة عن كلمة او ارقام انت تستخدمها لتدخل على موقع الكتروني passport لا passport اللي هو جواز السفر اللي احنا نستخدمه عشان ننتقل من بلد لبلد طيب book كتاب bag password اللي هي كلمة المرور او كلمة السر ودي خاصة بالمواقع الالكتروني number هنا عندنا صفحة ثلاثة وثمانين number eight ايه من الحاجات دي؟ any printers any printers يعني اي طابعة هنقول ايه؟ there is ولا is there ولا are there ولا there are طبعا في هنا حرف is تاخد لبالك لي هو حرف الاس ده بيقول ان احنا نتكلم عن حاجة جمع يعني الاختائرة اللي فيها is سواء there is او is there دي خطأ مع الوضع في الاعتبار ان there is دي بتيجي في الجملة لكن is there بنبدأ بيها اسوأ وهم اللي اتنين مش هينفع علشان is دي للمفر لكن احنا عايزين حاجة للجمع هناخد مين؟ هناخد are there. ليه؟ هي دي اللي بنبدأ بها السؤال. نبدأ السؤال ال-be verb to be الاول. بعد كده نقول there. هل يوجد اي طابعات؟ نمبر ناين. there is you got a من الكلمة دي milk in the fridge. حليب في التلاج. هنقول some milk ولا animal ولا few milk ولا many milk. اولا دي جملة مصبتة مش سؤال. طيب. ايب هنقول ايه? there is some milk. ليه قلت كده? علشان milk دي كلمة لا تعد. وطالما لا تعد هستخدم معها صم بعض للكمية. اما any بتيجي في الجملة المنفية. few بمعنى قليل وتيجي مع اسماء تعد. احنا قلنا اللبن لا يعد. many بمعنى كثير. خلاص. many بمعنى كثير ويجي بعدها اسم يعد. عايزين مين؟ some. علشان milk لا تعد. نمبر 10. look يعني انظر. هي هي. هناخد ايه من الكلمة دي in the garden في الحديقة. كلمة look لوحدها دي تدل على زمن مضارع مستمر. طيب مضارع مستمر يعني ايه؟ يعني فاعل verb to be وفاعل ومضاف له ing. اهي موجود عليها ايه؟ الفاعل مضاف له ing. مضارع مستمر. مضارع مستمر. نمبر 5. read and correct the line words. اقرأوا صحاح الكلماتة التي تحتها خط نمبر 1. what do you have for breakfast yesterday? عايز اقول له ماذا تتناول على العشاء? هقول له yesterday? لا. طيب. هنا خلي بالك في do. do دي فعلي مساعد نستخدمها في الزمن ايه؟ المضارع البسيط. طيب. ينفع اقول yesterday بمعنى امس مع تركيبة سؤال بيتكلم في زمن المضارع البسيط? لا. يبقى مش هنفع اقول له yesterday هقول له everyday يعني كل يوم. هادي خلاص? يعني كل يوم. انت بتاخد ايه على الفطار كل يوم? نمبر 2. keeping your password secret. عايز اقول له حافظ على كلمات المرور لك سرية. عند اعطاء تعليمات هبدأ الجملة بايه؟ بصيغة الامر اللي هي عبارة عن مصدر الفعل. اقول له keep. number three. you should to clean your teeth in the morning. عايز اقول له يجب ان تنظف اثنانك في الصباح. طيب بعد should او shouldn't? نعمل اي? نجيب مصدر الفعل بدون اي اضافات ولا تو ولا اي حاجة. يبقى ادي clean. number four. there are too much salt in the recipe. يوجد الكثير من الملح في recipe الوصفة. طيب. هنا بيقول are are the ليه؟ لانه salt ده اسم لا يعد الملح لا يعد. وطالما لا يعد يبقى بالنسبالي وقف عند انا مش قادر اعده خلاص. لا يعد يعني مش قادر اعد. وقف في دماغي كده عند الرقم one واحد. وعشان كده انا مش قادر اعده اكتر من كده. فهعتبره مفرد. هعمله معاملة المفرد. يعني R دي مش هتنفع معه. هنجيب از بدالة. اللي هي بتستخدم مع المفرد. writing الكتابة. be write a paragraph of about 80 words on. اكتب فقرة من حوالي. تمانين كلمة عليه. healthy food. الطعام الصحي. هذه healthy food. الطعام الصحي. eating healthy food is very important for our health. يعني اكل الطعام الصحي داهم او ضروري جدا لصحتنا. we should eat fruits and vegetables which include vitamins and minerals. يجب ان نتناول الفواكه والخضروات التي تتضمن او تشمل. vitamins and vitamins and minerals and minerals. المعادن. we should eat whole grains. يجب ان نتناول الحبوب الكاملة which improve. improve blood sugar التي تحسن سكر الدم and keep you feeling full longer. وتخليك تشعر بالشابع لفترة اطول. we should reduce sugary drinks, candies and desserts. هذه موضوع الطعام الصحي. healthy food. eating healthy food is very important for our health. اكل الطعام الصحي دا شيء اهم او ضروري لصحتنا. we should eat fruits and vegetables which include vitamins and minerals. يجب ان نتناول الفواكه والخضروات التي تشتمل على الفيتامينات والمعادن. we should eat whole grains. يجب ان نتناول الحبوب الكاملة which improve blood sugar التي تحسن من سكر الدم and keep you feeling full longer. وتساعد على شعورك بالشابع لفترة اطول. we should reduce sugary drinks, candies and desserts. يجب ان نقلل من المشروبات السكرية, candies and desserts. التحليات اللي هي اي شيء بعد الاكلة زي الايس كريم وغيره. طيب. we should drink much water. يجب ان نشرب امياه اكثر. we should avoid fast food which is full of fats. يجب ان نتجنب الطعام السريع المليء بالدهون. this keeps you active and healthy. هذا يساعد على الحفاظ عليك active نشط وهالثي وصحي. نرجع بعد كده علينا المحافظة رقم 18. سهات. سهات governorate هي محافظة سهات. listening استماع. عندك نص استماع موجود في نهاية الكتاب. بتقدر ترجع له. ان شاء الله اجاباته سهلة. موجودة قدامك الاربع اجابات لو حابب تستعين بها. صفحة اربعة وتمانين. آآ language functions وظائف لغوية. complete the following. دايلك اكمل الحوار التالي. ريهام وداليا بتكلموا عن مدارسهم. ريهام بتقول ايه? good morning how are you? يعني آآ بتلقي التحية طبعا صباح الخير. how are you? كيف حالك? فهي هترد التحية تقول good morning. I'm fine. thank you. ريهام بتقول لداليا سؤال. عشان داليا بتقول I live with my father mother and two sisters. انا اعيش مع والدي والدتي واختين اتنين. فتقول لها ايه? who do you live with? مع من تعيشين? ريهام بتقول how many subjects have you got every day? كم عدد المواد الدراسية اللي عندك كل يوم? هتقول لها I have got. وتقول اي رقم five subjects everyday. خمس مثلا اه مواد الدراسية في اليوم. ريهام بتسأل داليا. عشان داليا بترد بتقول my favorite subject is english. يعني المادة المفضلة لدي هي لغة الانجليزي. فاكد بتسألها بتلهاي. what is your favorite subject? ما هي مادتك الدراسية المفضلة? ريهام بتقول how do you go to school? كيف تذهبين المدرسة? هتلها? انفط سيرا على الاقدار من فتقول by bus by car. اي حاجة. reading comprehension قطعة الفهم. read the following اقرأ التالي then answer the questions. وبعدها اجب عنا الاسئلة. last month. الشهر الماضي. عادل and his family decided to go on a holiday to alexandria to spend some nice time there. طيب. تقول لك الشهر الماضي عادل وعائلته او اسرته قرروا انهم يروحوا في اجازة الاسكندرية علشان يقضوا وقتا جميلا هناك. his father drove them to alex. يعني والده قاده بالسيارة الى الاسكندرية. قادهم هم كلهم بالسيارة الى الاسكندرية. they started from carol at eight o'clock in the morning. هم بدأوا رحلتهم من امتى من الساعة تمانية في القاهرة في الصباح. they arrived in alexandria at one o'clock in the afternoon. وصلوا اسكندرية الساعة واحدة بعد الضهر. they stayed at their uncle's house. هم اقاموا في منزل عمهم which is near the sea بالقرب من البحر. they enjoyed swimming in the sea and going to the zoo. هم استنتعوا بالسباحة في البحر والذهاب الى حقيقة الحيوان. عادل spent a good time with his cousins علي and احمد. عادل قضى وقتا جميلا مع ابناء عمه علي واحمد. they also did some shopping at the park shopping center. هم ايضا عمل shopping يعني تسوقوا في بارك الحقيقة المنتزة في مركز حقيقة المنتزة. they were very happy كان مسعداء جدا. they went back home after two weeks. هم رجعوا للبيت بعد اسبوعين. choose a correct answer from a b c or d. طيب. هنا بيقول عادل is from. عادل اساسا منين? from a from كايرو. عشان هو بيقول بدأوا رحلتهم من القاهرة. اهو الدليل. بيقول بدأوا من القاهرة الساعة ثمانية الصبح. طيب. number two. they took home اخذوا ايه? hours? يعني استغرق معهم الامر كم ساعة to arrive in Alexandria. عشان يوصلوا اسكندريا. خد كم ساعة الموضوع. خد معاهم خمس ساعات five. ليه? لانهو قال ان هم خرجوا من القاهرة الساعة الثمانية. وصلوا الساعة واحدة. فعدهم كده هتلاقيهم خمس ساعة من تمانية لواحدة. الظهر. number three. they travel to Alexandria by. هما راحوا اسكندريا باي? بي? الكار السيارة. طيب. هو ما قالش هنا ان هما راحوا بي كار بالسيارة. ما قالش اي وسيلة الموصلات. لكن قال فعل. الفعل هو اهو. اهو. بمعنى قادهم بالسيارة. لان الواحد مش هيسوق اي شخص كده. مش هيسوق هو الاوتوبيس ولا القطار ولا الطائرة. صح كده? كل واحدة من دول لها. اللي سوق بتاع. لكن السيارة هي اللي انت هتقدر تسوقها بنفسك. فعشان كده ادروف. بي بيقول اجيب عن السيلة التالية. number four. why did عادل and his family go to Alexandria? ليه عادل واسرته راحوا اسكندريا? to spend some nice time there. عشان يقضوا وقتا جميلا هناك. سلحة خمسة وثمانين. how long did they stay in Alexandria? قدوا قد ايه في اسكندريا? they stayed for two weeks. عنده قعدوا اه حوالي اسبوعين اثنين. number six how many cousins does عادل have? كم عدد اولاد عمه? اولاد عم عادل كام? he has got two cousins. هو جاب اسمائهم كان تقريبا علي واحمد. نرجع في كده الفقرة ايوة علي اهو. علي اند احمد. هنشوف بعد كده تدريبات المفردات والتراكيب. choose the correct answer from a b c or d. number one. انا احتاج ايه من الحاجات دي? to charge my mobile phone. عشان اشحن هاتفي المحمول. tablet. جهاز tablet. آآ لابتوب. جهاز لابتوب. charger. شاحن ولا ماوس الفقرة? هحتاج شاحن يعني charger. number two. the ايه من الحاجات دي in the mountain في القبل was dark. كان مظلما. waterfall. شلاث. desert. سحراء. cave. كهف. river. نه. cave. كهف. هي ايجابتن. number three. you can have a wonderful eve from the top of the Cairo tower. يمكنك ان تحصر على ايه رائع من قمة برج القاهرة. view بمعنى آآ view منظر او منظر طبيعي او وجهة نظر. هنا في خصياق الجملة هيبقى منظر طبيعي. او wonderful view. اما review بمعنى مراجعة. ممكن تيجي بمعنى تقرير. interview بمعنى مقابلة شخصية. review بمعنى عرض مسبق. يعني احنا مثلا لو هنقدم ليه فكرة او كتاب يبقى فيه عرض مسبق للكتاب ده. خلاص. number four. ايجيبت is a great a in africa. مسر دي. عبارة عن ايها عظيمة في افريقيا. city di malina كبيرة ولا town مدينة صغيرة ولا village قرية ولا country. country بمعنى قطر او بلد او دولة. number five. the a من الحاجة دي is a room at the top of a house. هو عبارة عن ورفة في قمة المنزل. hall بمعنى صالة ولا attic علية او ثقيفة. ايدي ايه جابتنا? office بمعنى مكتب kitchen مطبخ. عايزي من attic. number six. علي هاز a. علي لديه ايه? because he can't walk. لانه لا يستطيع ان يمشي. عنده ايه? كرسي. كانوا زورق طويل. هو المركب الطويل الضيق. ولا كرسي متحرك. هو ده. زلاجة تلج. هو مش قادر يمشي. يبقى عنده كرسي متحرك. number seven. حبيبة has no time to lose. حبيبة ليست لديها وقت لتخسره. هي دايما كده. دايما ايه? يعني متفرغ. ولا كسولة. بيزي مشغولة. ولا ايه سهل. هي دائما مشغولة. number eight. honey is my uncle. هني ده عمي. I always visit a once a week. عايز اقول انا دائما ازوره مرة واحدة في الاسبوع. اقول visit a. هي ولا هم ولا هز ولا مي. اقول هم. ليه لانه ده ضمير مفعول. ييجي بعد الفعل. عايز نقول انا دائما ازوره. يبقى ييجي بعد الفعل او بعد حرف جر. هنا في فعل هو ايه? visit. طيب. ليه ما اخدناش اختيرات التلاتة التانية? بمعنى هو ضمير فاعل. ييجي في بداية الجملة ويجي بعدها الفعل. ده صفة ملكية يأتي بعدها اسم الشيء الذي هو يملكه. هقول مثلا وهكذا. ده ضمير المفعول لضمير الفاعل انا. خلاص اللي هو ايه? يبدا ضمير المفعول لضمير الفاعل ايه. وده بيجي بعد الفعل برضو او بعد حرف الجر. نابل ناين اللي هو القدر ملها يعني آآ ساخنها جدا. اللي هو اناء الطبخة او يعطب. يو ايه تاتش ات. هقول له يو شودن لا يجب او يجب الا ولا شود يجب ولا هافنت ولا مست هقول له ايه? هقول له يو شودن تاتش ات. يجب الا تلمسه. رحمة هاخد ايه من الاختيارات دي تسافر الى اسكندرية بالقطة هنقول ولا 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 هقول ايه? هقول طيب ليه وما قلتش باقي الاختيارات هنستخدمها في صيغة آآ المضارع المستمر المنفي. مضارع مستمر المنفي ادي از منفية بنط هيجي بعدها الفعل مضاف له خلاص? يعني دي هتبقى ودي طبعا مش موجودة هنا. طيب دي تستخدم لنفي المضارع البسيط لكن يجي بعدها مصدر الفعل. يعني هيجي بعدها فقط بدون حرف الاس. خلاص? يبقى للنفي في زمن المضارع البسيط بس بيجي بعدها مصدر الفعل. اما دي تستخدم برضو للنفي ودي لا تمنع ابدا اي اضافات للفعل مع هي وشكل وات في زمن المضارع البسيط. يعني هنا رحمة كأنك بتقول طيب. عادي جدا هنضيف الاضافة للفعل مع صيغة النفي اما دي للنفي اه بس مع مين? مع اي وذي ويو ويو. اي وي وذي ويو. خلاص كده? عرفنا اللي خدنا دونا عن الاختيارات التلاتة التانية. نمبر فايف. اقرأ ويصحح الكلمات التي تحتها خط. هو دائما يذهب لي العمل بالسيارة. طيب دائما بنقول. الفاعل يجي بعده ظرف التكرار وبعد كده الفعل. يبقى ظرف التكرار اهو اللي هو ايه? وبعد كده الفعل عندك اللي هو خلاص? يبقى فاعل ظرف تكرار وبعدها الفعل. ما عدا ما عدا ما عدا ده فاعل اقوى فاعل في لغة انجليزية لا يمكن ابدا تبعده عن الفاعل بتاعه. يعني لو في جملة فيها فيه ظرف التكرار. هيجي الترتيب هيبقى ازاي يبقى الفاعل? وبعد كده بعده على طول ظرف التكرار. ما تبعدش ابدا عن الفاعل. نمبر تون. هذا منزل ايه? عايز اقول منزل جداي. طيب. ادي هو جايب فيها حرف الاس للجمع. يبقى ده منزل جداي. طالما منزل جداي ده جمع منتزم. يعني موافق حرف الاس تبقى معه. خلاص خليها معه. وطلع على بصرفي بارد. بدون وجود حرف الاس التانية دي. يبقى هنقول ادي جراند بيرنس. ادي هو موافق على حرف الاس. خلاص خليها معه. طلع على بصرفي بتاعة الملكية بارد. عشان يبقى ده منزل جداي. نمبر ثري اللي هو الجد والجدة يعني. نمبر ثري. عايز اقول لا يوجد اي كمبيوتر في اه فصلي. طيب. خلي بالا. هنا لنفرد. خلاص? طيب. لكن دي خطأ ليه? لانه بيجي بعدها اسم جمع. لكن هو هنا جاب مفرد. وبالتالي مش هتنفع. يبقى عايزين حاجة بديلة تعبر عن المفرد. هي حرف واحد بس. بس كده. يبقى لا يوجد كمبيوتر في فصل. بس كده. خلاص? نقولها تاني. لو انت كده مركزش هتقول اي ده? الجملة دي صحيحة مفاش اي حاجة خطأ. لا فيها خطأ. يعني بيجي بعدها اسم الجمع. لكن هنا جاب مفرد. وطالما جاب مفرد خلاص هستبدل اي باداة نكرة تجي قبل المفرد. طيب لو كان كمبيوتر دي كلمة تانية بدأ بحرف يبقى هاستخدم ان بدان ا خلاص? طيب. طيب بصل الجملة دي مش هتلاقي فيها فاعلة اصلي. طيب هنا في فاعل وفي فاعل مساعد. مان في بس ما فيش هنا فاعل اصلي في الجملة. وبالتالي احنا هنبدد الفعل المساعد ده بفاعل اصلي. ايه هو الفعل اللي احنام نستخدم هو في فاعل اصلي هو رب تو بي. عايزين رب تو بي في الماضي عشان هنا في يسير دي. طيب رب تو بي في الماضي اما و genetic ايه هي اما وى. اي هقول اي ايه هيقول اي واز طيب. عايزينها مانفي هنقول اي واثنت ايди اي 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 موجودة خلاص مشنة نكتبها. يبقى هنقول آه دي عشان هو منفية. يبقى هنخليها كمان هي منفية. بس لاحظة هنكتبها خلاص. بعد كده هنا الكتابة اكتب فقرة آآ من حوالي ثمانين كلمة على ايه يعني يومك النموذجي المدرسي. هو كده عايزك تكلمه عن روتينك اليومي في المدرسة او اليوم النموذجي لك في المدرس هنا ممكن يجي بنفس العنوان ده. وهيحمل نفس المعنى. انا في المدرسة الاعدادية. انا اذهب لي المدرسة مبكرا. اه مدرسة بالقرب من منزلي. انا اذهب لي للمدرسة مع صديقي حمزة اتمشى. I have seven lessons a day. عندي سبع حصص في اليوم. The break is after the fourth lesson. يعني الفصحة بعد الحصة الربعة. I have break في الفصحة. I enjoy my lunch time with my friends. انا استمتع بوقت الغداء مع اصدقائي. Sometimes احيانا we go to the library where we can read and borrow some books. احيانا نذهب للمكتبة حيث نستطيع ان نقرأ ونستعير بعض الكتب. Some students play sports at the break. بعد الاطفال او الطلاب. بيرعبوا رياضات في الفصحة. We have music lessons twice a week. عندنا حصتين للرسم للموسيقى. Music الموسيقى في الاسبوع. I like music. احب الموسيقى. And I play the guitar in the school band. انا اعزف على الجيتار في فرقة المدرسة. We come back home at three o'clock. بنرجع للمدرسة الساعة. من المدرسة الساعة الثلاثة. I enjoy my time during the school day. انا استمتع بوقتي خلال اليوم الدراسي. خلاص? نرجع تاني للمحافظات بتاعتنا. الدور على محافظة اسوان. طيب. عندك نص الاستماع ممكن ترجع له في نهاية الكتاب. عندك الاربع السلة هم موجودين قدامك لو حابب تستعين بهم. وصائف لغوية. اكمل الحوار التالي. سارة بتسأل مونة عن اجازتها الاخيرة. سارة بتقول لمونة. يعني اين ذهبت في الاجازة العام الماضي. هتقول لها انا ذهبت لي. طيب. الليل انها جابت سيرة السباحة في البحر. ممكن تقول هارجادة. اي لغردقة اي مكان فيه طبعا اه سباحة. سارة بتقول ايه? where did you stay? اين ايه? اقمتي. فعشان كده هي بتقول I stayed in my uncle's house. اقمت في منزل عمي. how did you travel there? كيف سافرتي الى هنا? الف لها باي باس بي الاتوبيس. سارة بتسأل did you swim in the sea? هل انت سبحت في البحر? yes i did. نعم انا سبحت في البحر. سارة بتسأل مونة بتقول I ate fish and rice. انا اكلت سمك وارز. what did you eat? ماذا اكلتي? ات لها سمك وارز. صفحة سبعة وتمانين. قطعة الفهم. اقرأت تالي. وبعدها اجب عن الاسئلة. احمد عمره اتناشر عام. هو يعيش في منزل كبير مع عائلته. his grandparents live in with them too. يعني جديه يعيشاني معهم ايضا. his father is a teacher. والده معلم. he always helps his students. هو دائما يساعد طلاب. his mother noha is a nurse. يعني والدته اللي هي noha nurse ممرضة. she helps sick people here to saad المرضى. احمد and his only sister are twins. احمد وهنا دول twins دول دوء. they spend their free time together playing with their toys. هما بيقضوا اقتفرواهم مع بعضهم البعض يلعبوا بألعابهم. they also read nice stories and listen to music. هم ايضا يقرؤون قصصا جميلة ويستمعون للموسيقى. her grandfather doesn't work. يعني جدها لا يعمل. he is seventy years old. عمره سبعين عام. he always tells them interesting stories and funny jokes. هو دائما يحكي لهم قصص شيقة. وفاني جوكس اللي هي نكت الفاني مريحة. his grandmother Amina is a good cook. يعني جدته اللي هي امينة. a good cook. للي طباخة جيدة. she often makes them delicious cakes and biscuits. هي غالبا بتصنع لهم كعكات لذيذة وبسكويت لذيذ. الفقرة دي تشبه جدا جدا الفقرة احنا اخدناها قبل دي. choose the correct answer from ABC or D. number one the passage tells us about الفقرة بتخبرنا عن ايه? a twin? توقع ولا sister? اخت ولا family? اسرة ولا grandmother? بتخبرنا طبعا عن اسرة باكمل هي متكلمتش عن واحد فقط ولا اتنين ولا حد من افراد الاسرة. هي اتكلمت عن الاسرة كلها اللي هي ايه? family. number two. مين من دول makes delicious cakes? اللي هي لجدك كان اسمها ايه في الفقرة دي? خلي بالك الفقرة دي مختلفة عن الابلة. يبقى دي كان اسمها امينة ايه? his grandmother امينة. number three. the underlined pronoun his refers to. الضمير الذي تحته خط اللي هو his يشير الى ايه? يشير الى? father ولا احمد ولا grandfather ولا teacher? لازم لما يقول لك اللي تحته قد ترجع علشان تعرف هو بكل ما عن ايه? بقول his grandparents live with them too. يعني جديه يعيشان معهم ايضا. يبقى بتكلم عن مين? جديه مين? جديه احمد. يبقى المشارئ له في الفقرة دي او في الضمير his هو احمد. حد يقول لا يا عمد هو بيكلم عن جديه. هو grandfather? لا grandfather ده واحد بس اللي هو الجد. لكن في الفقرة هنا بيقول ايه? جديه parents. يبقى هو مش بيتكلم عن دول بيتكلم عن احمد. خلاص? b answer the following questions اجب عن الاسئلة التالية. who is older? احمد or hana? مين هو اكبر سنا احمد ولا هانا? they are the same age. هما في نفس العمر لان هما ايه? twins هما طوام. what does delicious mean? ماذا تعني كانت دلشيس دلشيس يعني ايت لازيز يعني تيستي. number six why do you think احمد and hana like their grandfather? لماذا تعتقد هانا واحمد بيحبوا جدهم? because he tells them interesting stories and funny jokes. هو يخبرهم ببصص شيقة ونكت يعني مريحة. vocabulary instructor choose the correct answer from abc or d. number one. i want to. انا اريد ان اخد ايه من الافعال? sure. is that all my friends will come to the party? عايز اقول لك انا عايز اتأكد ان كل اصدقائي سيأتوا للحفل. طيب يتأكد هنقول do sure? ولا make sure? ولا have sure? ولا look sure? اسمها make sure يعني يتأكد. نبدو. would you like a c? اه تي? تي اللي هو شاي? would you like some tea? ولا any tea? ولا ارض? ولا مني? هقول some. لكن some هي اللي بنستخدمها في السؤال اللي غرضه? اه العرض او التقديم. انت كده بتقدم او بتارك بعض الشاي على احد اصدقائك او اللي حواليك فانت هتقول some. اما any بنستخدمها a في السؤال بس السؤال اللي هو اجابته yes or no. خلاص? هقول is there any كزا? هيقول yes there is. او no there isn't. طيب. وبتيجي كمان في الجملة المنفية. a lot يجي بعدها of. خلاص? many بمعنى كثير ويجي بعدها اسم يعني. number three. ناخد ايه من الكلمات دي? is my favorite hobbit. هوايتي المفضلة. history. تاريخ. math. رياضيات. science علوم. drawing. الرسل. كل دول. subjects. مواد دراسية. لكن احنا عايزين ايه? drawing عشان لي. copy. هواية. الرسل. number four. we went to the theater to see the new A. نحن ذهبنا الى المسرح لنرى ايه الجديد. match. مباراة. لا دي بنشوفها في stat. game. يعني لعبة ولا play. مسرحية ولا sport. رياضة. the new play. المسرحية الجديدة هنشوفها في ثياتر المسرح. صفح التمانية وتمانين. number five. one of my brothers. واحد من اخوتي هاخد ايه من الكلمات دي is. هنقول ايه? in a secondary school. في مدرسة سنوية. واحد من اخوتي في مدرسة سنوية. are ولا is ولا has ولا have. هقول is. ليه? لانه هنا قال one. واحد بس. يا عم هنا في حرف اس لجمع الله. هو بيكلم عن واحد منهم. واحد منهم يبقى بفرد يعني اس. number six. هاخد ايه من الافعال دي? save when you use technology. تكون امنا عندما تستخدم technology. التكنولوجي. هقول come ولا take ولا stay ولا do. هقول stay. stay safe. يعني ابقى امنا. خليك في وضع الامان مع technology. عند استخدام التكنولوجي. number seven. you هاخد ايه من اختيرات the always clean your teeth before you go to bed. نظف اسنان قبل ان تذهب للفراش. هتقول you shouldn't ولا should do ولا mustn't ولا should. you should always. انت هتعطي التعليمات بعمل شيء. يبقى تقول you should. ويتكمل. number eight. the. ايه من الكلمة دي? is ringing herein. it's time to leave school. حانا وقت مغادرة المدرس. طيب. يبقى هنقول the bell ولا ball ولا bill ولا بل. هنقول ايه the bell. اه the bell اللي هي دي. الجرس. the bell. طيب. بل دي بمعنى فاتورة. بال بمعنى كرة. بال يعني جرس. بال بمعنى قرص زي اقراص الدواء. number nine. each football كل كرة قدم. ايه? has eleven players. فيها ايه? اه? اه اه حداشر لعب. group يعني مجموعة. team يعني فريق. band فرقة موسيقية. ولا drum طب لا. كل فريق كرة قدم به احداشر لعب. number two. اه ايه من الكلمات دي? helps people who are poor sick or don't have a home. بيساعد الناس. الفقراء المرضى او ليس لديهم مقوى او منزل. مين بيعمل كده? charity. المؤسسات الخيرية او جمعية الخيرية. ولا present, sing, heart, قلب ولا plant. بمعنى يزرع له فعله بمعنى نبات. لو now. هنقول charity. المؤسسة الخيرية او الجمعية الخيرية. number five. read and correct the underlying words. اقرأ وصحح الكلمات التي تحتها خط number one. where does your father works? اين يعمل والدك? طيب. ده سؤال. سؤال في زمن المطارع البسيط. يبقى كلمة استفهام. فاعل مساعد. فاعل. هو يعمل الفضر. عايزين مين فعله اصلي. يعني work فقط. ايه دي work. number two. they have get. music on sunday. عايز قولهم عندهم موسيقى فيهم الاحد. طيب. ينفع انقول get. لا get دي بمعنى يحصل على. هنقول they have got. g of t. number three. رومي likes english and he doesn't like math. خلي بالك هنا like مسبدة. هنا doesn't like ما فيه. طالما فيه تعارض تناقض يبقى نستخدم الرابط but. بمعنى لكن يبقى رامي يحب اللغة الانجليزية لكن لا يحب الرياضية. ينفع قول her name is صلاح. اسمها صلاح. ده ابني اسمها صلاح. لا هنقول his name. his name. عايزين his name. اه دي. his name is صلاح. طيب. ليه قلنا his عشان دي صفة ملكية. يأتي بعدها اسم الشيء الذي هو يملكه. ودي صفة ملكية لضمير الفاعل he. كأنك بتقول he is her son. ده ابنها واسمه صلاح. writing الكتابة write a paragraph of about 80 words on. اكتب حوالي عشرين كلمة. على ايه? my school rules يعني القواعد المدرسية دي. school rules القواعد المدرسية. we should follow the school rules. يجب ان نتبع القواعد المدرسية. we should arrive at school on time. يجب ان نصل في المدرسة في الوقت المحدد. we should wear our school uniform. يجب ان نبتدي الزيء المدرسي لنا. we pencil cases. يجب ان لا ننسى كتبنا. كراساتنا ومقالمنا. we should respect our teachers and listen to them carefully. يجب ان نحترم مدرسين ونستمع إليهم بحرص. we should help our friends and never say unkind words to them. يجب ان نساعد أصدقائنا ولا نقول لهم كلمات غير طيبة. we shouldn't stay in our class during the break. يجب ان لا نبقى او نظل في الفصل اثناء الفصحة. we should keep our class clean. يجب ان نحافظ على فصلنا نظيفا. we should do our homework. يجب ان نقوم بواجباتنا المنزلية. following the school rules help us to be better. يعني اتباع القواعد المدرسية تساعدنا ان نكون افضل. هنشوف بعد كده. اخر محافظة عندك في كراسة المعاصر محافظة الاقصر. لقصر جاور موري. let's end to the correct answer from ABC or D. عندك نص استماع موقود في نهاية الكتاب تقدر ترجع له ان شاء الله اسئلته سهلة. اجابات الاربع اهيه قدامك لحد صفحة تسعة وتمانين. number two complete the following dialogue اكمل الحوار التالي. احمد وعمر بيتكلموا عن رياضات. احمد بيقول له عمر do you like sports? هل انت تحب الرياضات? عمر بيقول له yes I do. نعم انا احب الرياضات. احمد بيقول which sport do you like? اي رياضة انت تحبها? اقول له I like basketball. انا احب رياضة كرة السلة. when do you play it? متى تلعبها? بيسأل عن الموعد. هتقول له I play it on fridays في ايام مثلا الجمع. who do you play with it? who do you play it with? يعني انت بتلعب الرياضة دي مع مين? اقول له I play it with my friends مع اصدقائي. هنا عمر بيجاوب على سؤال احمد. will I play it a school? فهو اكيد بيسأله عن المكان بيقول له ايه? where do you play it? اين تلعبها? قال له في المدرسة. read the following. read the following. اقرأ التالي. then answer the questions. وبعدها اجب عن الاسئلة. Alice in wonderland is a famous children's story. قصة Alice في بلاد العجائب بقصة اطفال شهيرة. Alice had a lot of adventures in wonderland. Alice لديها الكثير من المغامرات في wonderland في بلاد العجائب. she met a lot of interesting characters. هي قابلت الكثير من الشخصيات الشيقة. wonderland was strange but an interesting place for Alice. wonderland تي دي كانت غريبة لكنها مكان شيق بالنسبة لاليس. Alice was a sensible, brave and clever girl. هي كانت فتاة مهيرة شجاعة وحكيمة. she met the white rabbit and that was always late and ran fast. هي قبلت الارنب الابيض اللي هو كان دائما متأخر وبيجريهم بسرعة. the chachire cat is a funny animal which helps Alice to find different places and characters. chachire cat اللي هي القطة دي ساعدت Alice ان هي كانت قطة فني مريحة. ساعدت Alice ان هي تجد اماكن مختلفة وشخصيات مختلفة. the queen of hearts was a scary person. ملكة القلوب كانت شخصية scary. مخيفة. she is always angry. and she shows at people. هي دائما غطبانة وعلى طول بتزعع تصرخ في الناس. but Alice wasn't frightened of her. لكن Alice لم تكن خائفة منها. choose the correct answer from ABC or Dean. number one. Alice met a lot of interesting A in wonderland. Alice قابلت الكثير من ايه شيء في wonderland. characters شخصيات kings ملوك places ممكن ولا blog posts. هنقول قابلت الكثير من شخصيات characters. number two. Alice's adventures in wonderland is a or an e story دي قصة ايه? children's story. يعني قصة اطفال. the queen of hearts is always ملكة القلوب. دائما quiet هادئة angry غاضبة. kind طيبة ولا سنسبة حكيمة. على طول angry غطبانة وتصرخ كمان في وجه الناس. answer the following questions name three characters. Alice met in wonderland. يعني اوذكول ثلاث شخصيات قابلتهم Alice في بلاد العقائي. the white rabbit. the picture cat and the queen of hearts. الارنب الابيض والقط تشاتشار وملكة القلوب. number five. how did the churchire had helped Alice? القط تشاتشار ساعد زي Alice. it helped Alice to find different places and characters. ساعد. Alice هي تجد اماكن وشخصيات مختلفة. صفحة تسعين بيقول. why do you think Alice was brave? لماذا تعتقد ان Alice كانت شجاعة? because she wasn't afraid of the queen of hearts. لانها لم تكن خائفة من ملكة القلوب. number four. choose a correct answer from a,b,c or d. number one. how or an. a من الحاجات d is a child who with no mother or father. هو طفل ليس لديه اب او ام. هنقول ايه? orphan, yetim, twin, احد التوقع معين? ولا clever, maher, happy, saai, orphan, yetim. بعد كده number two. بيقول ايه من الالعاب دي? is a game for two people. هو عبارة عن لعبة او هي لعبة لاتنين بس شخصين اتنين بس. خطبول كرة القدم ولا باسكتبول كرة السلة. هانبو كرة اليد. كرة اليد ولا تشيس. تشيس اللي هي شطرانج دي لعبة لاتنين فقط. لكن دول العاب جماعية يعني العاب فريق. number three. هؤلاء الطلاب هي بيعيشوا بجوار البحيرة. هم بيروح المدرسة بايه? بس كانوا زورق طويل ضيق ولا ترين قطار ولا بلاين طائرة. طبعا زورق طويل ضيق اللي هو زي المركز. علشان في ايه? lake بحيرة. number four. last summer. الصيف الماضي. my family. my family يعني اسرتي هاخد ايه من الاختراض دي اجازة رائعة. اول هازت ولا هاب ولا هاز ولا هاد. طيب طالما ال last دي تدل على الماضي. يبقى هقول ايه? هقول هاد هاد يعني قضو قضو اجازة رائعة. خلاص عايزين حاجة في الماضي اللي هو هاد. اما دول كلهم بيستخدموا في المضارع. number five. محمد صلاح is very clever. محمد صلاح ده ماهر جدا. and can a many goals. يعني اداف عاليدة. ski بمعنى يتزلج. طيب score بمعنى يسجل وتجي بعدها goals هو يسجل اهداف. sell يبيع miss يعني يفقد او يفوته لو جت بعدها وسيلة من اصلة. number six. هقول how? هاخد ايه من الكلمة دي? people are there in the street. عايز اقول لك كم عدد الناس في الشارع. how much? ولا often? ولا many? ولا all? هقول how many? how many? كم عدد? يجي بعدها اسم جمع اللي هو people. اما how much بمعنى كم كمية. يجي بعدها اسم لا يعد. how often? يعني كم مرة بيسجل عن عدد المرة. how old? بمعنى كم عمر. المناسب هنا هو how many? كم عدد? number seven. he is good. هاخد ايه من حرف الجرد? drawing and singing. هو جيد في الرسم والغناء. دايما الكلمات اللي انا بستخدمها عشان اعبر عن مستوى اداء. الشخص في مثلا الرسم الموسيقى او 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 او. هقول ايه? هقول ايه ما good at او quite good at very good at او bad at وهكزا. يبقى على طول بنقول حرف الجرد at. number eight. this is my friend. هذا صديقي. هقول ايه من الاختيارات دي? name is omar. عايز اقول اسمه عمر. طيب هقول their name? لا. their دي تستخدم مع الجمع. our name? يعني اسمنا مش بتكلم عننا احنا. لا. هقول his name. his name is omar. اسمه عمر. اما her دي صفة ملكية لضمير الفاعل she. لكن عمر ده ولد. عشان كده نقول his name is omar. number nine. my mother والدتي هاخد ايه من الاختيارات اكليفر تنس بلاير. لعبة تنس ماهرة. طيب هقول always ولا is always is ولا never هقول is always. ليه? لانه هنا طالما فيه الجملة فيه يبقى هجيب الفاعل بعدها على طول وبعدها الزرف التكرار. لان احنا قلنا ده اقوى فاعل في اللغة الانجليزية. لا يمكن ابدا تبعده عن الفاعل بتاعه. فهنقول my mother is always clever and clever tenis player. number ten. هاز احمد. هو بيسأل هنا هاز احمد ايه? هل لدى احمد شعر مجعد قصير? طيب. هنقول ايه? gets ولا get ولا getting ولا got? got بمعنى هل لدي هاز? و got مع بعض هل لديه? number five read and correct the underlined words. اقرأوا صحاح الكلمات التي تحتها خط number one they run always fast. طيب. هنرجع تاني ونقول الجملة اللي فيها ظرف التكرار يجي ظرف التكرار وبعدها الفاعل على طول. يبقى يجي فاعل ظرف تكرار وفاعل. ما عدا? اقوى فاعل في اللغة الانجليزية. يجي بعد الفاعل على طول. يعني التصحيح ايه? always run. اه ديني always وبعد كده run. number two I swim in Alexandria last summer. انا اصبحته في الاسكندرية last summer الصيف الماضي. طيب طالما last يعني ماضي. ماضي يعني عايزين ايه? عايزين تصريف التاني ليه? الفاعل هو swam عشان. اه دي swam. اه دي swam علشان تبقى اه كملة في زمن الماضي البسيط. فاعل وتصريف تاني على طول. number two number three he loves play football basketball sorry. يبقى he loves play basketball. هو يحب لعب بسكتبول كرة السلة بعد الافعال. like او dislike او don't like او love او hate او prefer. يجي بعدهم الفاعل مضاف له ing. يعني هنقول playing. اه دي playing. number four there are any pupils in class. عايزة يقولك. اه يوجد اي اي تلاميذ في الفصل حتى يعني مش ركبة مش فاراها. لا هي اسمائي. there aren't. طالما في ايه هنا للنفه يبقى نقول aren't منفية. عشان ايه استخدم في الجملة المنفية? ننخلي دي aren't. there aren't any pupils in class. لا يوجد اي تلاميذ في الفصل. write a paragraph of about 80 words on. your favorite hobby. هويتك المفضل. نرجع للملف بتاعنا. هذه هويتك المفضل. your hobbies هويتك. everyone has a different hobby. يعني الجميع لديه او كل واحد عنده هواية مختلفة. hobbies make us happy. يعني الهوايات تجعلنا سعداء. i have many hobbies. انا لدي الكثير من الهوايات. i like playing the guitar. انا احب العزف على الجيتار. it's my favorite instrument. انها آلة الموسيقية المفضلة. sometimes i play it alone at my home. احيانا انا اعزفها بمفردي في منزلي. i like it very much. احب الجيتار. او اعزف الجيتار كثيرا جدا. i play the guitar in my school bed. انا اعزف على الجيتار في الفرقة الموسيقية في مدرستي. our teacher teaches us how to play it well. معلمنا. ايبي علمنا ازاي نعزف عليها جيدا. also ايضا. i like watching the football matches on tv. انا احب مشاهدة التلفاء. مشاهدة كرة القدم. مباريات كرة القدم على التلفاز. i watch it with my grandfather. انا اشاهدها مع جدي. he is 64. عمره 64 عام. he is free. هو متفرغ. i love him very much. انا احب جدي كثيرا. it's really interesting to do a hobby when you are free. انه شيء جدا جميل ان كنت تمارس هواية عندما تكون متفرغة. كده احنا. خلصنا لحد صفحي التسعين. خلصنا كل الاختبارات النهائية اللي جاية عندك في المنهج بالتوفيق ان شاء الله بالدرجات العالية بازن الله. تابعونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.